السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 28 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج القوس لغاية الساعة 9.37 دقيقة من صباح اليوم الأحد وبعدها بده ينتقل لبرج الجدي ورح يظل في برج الجدي لغاية الساعة 3.19 دقيقة من عصر يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9.37 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبتحول تفكيرنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة والممارسة الرياضة والخروج في نزهة مثلا ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حظمة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي زاوية رح تكون الساعة 6 و 15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل آخر فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت وبرضو تجعلنا يعني شوي حساسين الزيادة عن اللزوم وخيالنا خصب جدا بالأمور السلبية يعني موسوسين وشكاكين وغيورين أشياء من هذا القبيل وهذا الشيء بيجعل الخصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر السلبي اللي رح يبدأ الساعة سبعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا القمر بينتقل وبيستقر في برج الجدي نصبح أكثر عقلانية نحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما بتكون سهلة بالنسبة لألنا فعشان هيك ما بنعتمد على الحضوظ وبعض ما بيكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدأ عمل جديد أو الاهتمام بشراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح أن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء الأكثر حساسية بتكون خلال النهار طبعا ما بنصح زي ما حكينا بإجراء العمليات الجراحية ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل ولكن بدنا نحذر أنه زي ما حكينا أنه الجلد والشعر هم أكثر حساسية فأيذن بدنا ننتبه من هاي النقطة الشعر طبعا ما بنصح بإزالة الشعر الزائد بالليزر خلال هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والحنة ولكنه لا يصلح للصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الجدي خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 3.19 دقيقة عصر يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج وبينتهي بعد ثواني فعشان هيك بنعتبر أنه ما في خلو مسار والانتقال رح يكون فوري من برج الجدي لبرج الدلو الساعة 3.19 دقيقة عصر يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 20 يوم في تمام الساعة 8.57 دقيقة مساء من نبدأ في اليوم الواحد وعشرين نسبة الإضاءة 76% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في القوس ورح ينتقل في ساعة الصباح لبرج الجدي ورح يضل في الجدي ليوم ثلاثين أربعة منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة المساء بصير سعيد بنسبة خمسة في المية عطارت في الحمل حتى يوم خمسة خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الحمل حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في الحوت حتى يوم ثلاثين أربعة منتحس الآن بنسبة خمسة في المية ساعة الصباح منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بظل النشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة والعلاقة مع الأجانب والحوارات والنقاشات وبظل في نوع من أنواع الشعور بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج للمواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بمسئولياتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتظل التركيز على الأموال المشتركة أو الأموال اللي معك شريك فيها بنك ضريبة تامين فوتير حقوق التزمات أقصاط أشياء من هذا القبيل وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات المتصاعدة وبتكو تنتبهوا من النصابين والمحتالين أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات أو اللقاءات وبرضو ممكن اليوم يكون لك في فرصة تفتح أمامك أبواب تتعلق بالدراسة أو بالاستراد والتصدير أو حتى فرصة عاطفية أو تسويق نشر دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة في برنامج ما عشان هيك اتحركوا على مختلف الأصيدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح القمر بظل موجود مقابلكم فبتظل فترة جيدة لتعزيز شركاتكم سواء العاطفية أو شركة العمل أو علاقاتكم مع الأزواج ولكن برضو طاقتكم بتكون ضعيفة فما بينفعك إلا أنه تصبر وتكون مرن اعمل بشكل روتيني أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع الوضع اللي أنتو فيه فعشان هيك بيطمعين بالك وبتفرح لتطور ما وخصوصا على المستوى المالي فهي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا بدكوا تنجزوا عملكوا اللي متراكمة عندكم طبعا الضغط بلش لأنه القمر باتجاه بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا أنكم تتمموا أعمالكم انتبهوا لغذائكم راحتكم صحتكم حاولوا أنه ما تكونوا عصبيين أثناء التعامل مع الغير أما من ساعات الصباح فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام وما توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم عصبي وحد الطباع فممكن تنفهمه بشكل خاطئ وهذا الشي يسبب مشكلة في اليوم نوع من أنواع الارتباط المهم بالنسبة للك فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم طبعا اليوم لغاية ساعات الصباح بس ما تبلغوا في هاي الأمور لأجواء جيدة للتقارب مع الأبناء الأحبة أو الترفيه ولكن ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنوا تتمموا أعمالكم خلال هذا اليوم عشان ما تتراكم زيادة عن اللزوم وتضطر للعمل وقت إضافي أو يصير في بعض الأخطاء بالعمل وما تهملوا صحتكم عشان هيك نقول حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن إنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب البعض منكم ممكن يكون عنده مراجعات طبية أو بعض الفحصات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التركيز رح يضل على الأمور البيتية والعائلية لغاية ساعات الصباح فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة ولكن ممكن يكون فيه قلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر مشكلة ما بدك تكون حكيم بإدارة الأمور العائلية أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لإنفراج مالموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة جديدة تكون نتائجها ممتازة أو ممكن تتلقى إشارة إيجابية أي فترة مناسبة للتحرك بشتى المجالات يعني بدك تتحرك اليوم عشان تحصد المكاسب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والحركة من الآن وحتى ساعات الصباح وبالظل فترة جيدة للامتحانات أو المقابلات ولكن ما بنصح تعتمدوا على الحضوض وخصوصا في ساعات الصباح خلي علاقاتكم جيدة وحاول أنك تكون واضح بالتعبير والحوار لأنه ممكن شوية العصبية تأثر عليك ما حاول أنك تتجاوز هاي المرحلة أما من ساعات الصباح القمر بوصل لبيت العائلة فبتفضله الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء قدر الإمكان لأنه ممكن يكون في بعض الأوقات في ضغط عصبي أو نفسي أو ممكن شيء يثير اضطرابك أو عصبيتك فحاول تضبط عصابك وما تخالف القوانين ويحترم الموعيد والالتزامات المهنية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات من الآن وحتى ساعة الصباح وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بعضكم ممكن يهتم ببعض المسائل المالية فعشان هيك هاي الفترة ما بتسمح بالمغامرات مهما كانت المغريات أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتصير فترة مهمة للتواصل مع المحيط ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بمناسبة ما هاي المناسبة ممكن تكون كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم لغاية ساعات الصباح أنتوا عندكم قدرة على التعزيز الاجتماعي أو تقوموا بخطوة جديدة دعم من مكانتكم وفيه انفراج واضح ولكن ممكن شوي يتخلى لك الوسواس أو الشك في بعض المسائل أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم بأنها فترة فيها بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات ولكنها برضو بالظل فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن عشان هيك ما في داعي للعصبية أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت متاعبكم فما في داعي لحسم أي أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال حاول أنك تعمل بشكل روتيني أما من ساعات الصباح وأنا بتستعيد نشاطك وحيويتك تستعيد حماستك وممكن تمارس جاذبي لا تضاهى لأن طاقتك عالي جدا حتى بتكون ملفت للانتباه للجنس الآخر فترة جيدة للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع أو لحسم أمر عالق بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص برضو ممكن يشارك في مناسبة أو يتوجه لدعوة لحضور حفل طبعا حاولوا أنه ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب فعشان هيك بتكون تجنبوا اتخاذ أي قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن حاولوا من الآن وحتى ساعة الصباح أنه ما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو مخالفة القوانين وبرضه ما تشوه سمعتك بأي تصرف أما من ساعات الصباح فأنا بتلتقوا الأصدقاء وممكن يتوجه لكم اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية أو ما تبقوا واحدين فترة ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا فاليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والمواعيد هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء